اشتركوا في القناة مصنع بيشتغل بطاقة انتاج مية في المية مهما كان المكان استاندرد مكان جديد المكان بيصوه بعض الاعطال نتيجة احتياجه للصيانة نتيجة انقطاع تاريك كهربي نتيجة استخدام خامات غير عالية الجودة يعني متوسطة الجودة او رضيئة هذه الخامات المتوسطة الجودة او الغير عالية الجودة بيحصل لها قطعات كتير احنا بنشتغل في تخصص النسيج على خيوط فهذه الخيوط لو فتلى واحدة اطعت فهتشوه شكل القماشة هتشوه شكل منسوج فبالتالي لابد من ايقاف المكنة ولابد من وصل الخيط اللي انقطع ثم اعادة تشغيل مرة اخرى زي ما احنا عارفين كل الماكينات في المصنع دلوقتي ماكينات حديثة جدا كلها تعمل باجهزة الكمبيوتر واجهزة خدمة يعني العام البلاد اللي بيشعر المكنة بيشعر من 10 ل 12 مكينة لان الماكينات تعمل كلها اوتوماتيكية لكن انقطاع تاريك كهربي او انقطاع الله هنتناول على مدار هذا الترمي اللي هو الفصل دراسي الثاني للصف الثاني نسيج بنتناول في الوحدة دي حساب الانتاج ست مخرجات تعلم طبعا احنا عارفين ان احنا طالب نسيج ودخلنا من الصف الاول منهجية جدرات اختلفنا عن نظام التقليدي نظام التقليدي بمتاح نترمي اول وترمي تاني احنا بنقيم مخرج بمخرج يعني مجرد بنخلص مخرج في الوحدة بنجري التقييم او الاساسة بمنون نعمل التقييم عشان نشوفو الطالب اللي هو حضراتكم ابناء امرأة الطالبة هل انت جدير ام غير جدير يبقى اذا ملخص اجمالا لهذه الوحدة احنا عايزين في كل مراحل النسيج بتاعتنا هندرس ازاي نحسب نسبة الانتفاع من المكان وبالتالي لو خدنا العكس بتاع نسبة الانتفاع نسبة الاعطال اللي هتحدث في المكان لانه كلما كان المكان في نسبة اعطال عالية ونسبة الانتفاع اقل دي تقدي الى خسارة المصنع الصناعة كلها بتقوم على الاقتصاد فبالتالي لابد ان المصنع يحقق اعلى نسبة انتفاع ممكنة كذلك لو احنا شفنا كمالة الوحدة والعوادم يعني ايه احنا نقول حساب نسبة الانتاج ونسبة حساب الانتاج ونسبة انتفاع والعوادم طب ليه العوادم دخلت معنا هنا حساب الانتاج ونسبة انتفاع عرفناها في المقدمة طب ليه العوادم كمان دخل معنا لان المصنع بيفترض إنه هو جميع العوادم هيعتم إعادة تدويرها العوادم عندنا عبارة عن خيوط وبالتالي لابد من إعادة تدوير هذه الخيوط مرة أخرى لأن هذه الخيوط أتت بأموال ولما يعد تدويرها تأتي بأموال أقل وبالتالي نقلل أي خسارة محتملة للمصنع وبالتالي طول ما الصناعة بتحقق الربحية وتحقق الأرباح إذن رأس المال بيدور وبالتالي المصنع بيعيد تدوير نفسه من استحداث مكيناته من استحداث معدات وستحداث شراء خامات أكثر جودة وبالتالي المصنع دائما بيكون الحافظ على سمعته الحمد لله إحنا في الصناعة الأسجاه في جمهورة مصر العربية بتمثل عصب كبير في الاقتصاد القومي إحنا تقريبا بنمثل 37% من اقتصاد الوارد للدولة إحنا إن شاء الله هنبدأ في أول مخرج اللي هو بيقول يحسب إنتاج النول حسب السرعة طبقا للأصناف المنفذة إحنا دلوقتي الوحدة دي ست مخرجات تعلم وقلنا بانتهاء دراسة كل مخرج بيتم تقييم الطلبة زي ما إحنا تعودنا من أولى وفي الترمية الثانية في الصف الثاني هذا العام فهذا المخرج بيقول يحسب إنتاج النول إحنا نحسب إنتاج النول إحنا عايزين نتعلم في حلقة اليوم إزاي نحسب إنتاجية النول وحساب سرعة النول دي حاجة تانية دي الإنتاج حاجة وحساب السرعة بتاعت النول نفسه دي حاجة أخرى طبقا للأصناف المنفذة على النول المخرج التاني اللي هنتناوله فيما بعد بعد كده إن شاء الله اللي هو إزاي تحسب نسبة الانتفاع والعوادم المخرج التالت إزاي تحسب الإنتاج النظري لماكينة تدوير اللحمة وهنقول بعد شوق دلوقتي إيه الفارق بالإنتاج النظري والإنتاج الفعلي يحسب الإنتاج النظري لماكينة الصداء يحسب الإنتاج النظري لماكينة البوش البوش اللي هات تبويش اللي هات تنشية مكينة التنشية بنتم تنشية الخيوط المفردة في مكينة التنشية في الأحواض المخصصة لذلك الماكينة بتكون طويلة وكبيرة جدا أي خيوط مفردة بيتم تنشيةها على استوانات ثم تنشى بعد التنشيه تجفف ثم يتم تجميع الاستوانات المفردة على استوارة الصداء اللي هتتركب على المكانة نفسها ودي بتتم الخط المفردة فقط أما الخط البرامات العالية والخط المزوية لا يتتم لها عملية تنشية المخرج السادس هو يحسب الانتاج النظري لعملية اللاقي لو احنا لاحظنا ابنائمة الطلبة من مخرج التالت المخرج السادس لاربع مخرجات في الاخر دول كله حساب انتاج نظري مفيش احساب انتاج فعلي هو فيه فرق بين كلمة انتاج نظري وانتاج فعلي بالفعل فيه فرق بين لفظ انتاج نظري وانتاج فعلي الانتاج لو احنا قلنا كلمة انتاج نظري يعني قول ما دخلت المصنع وطبعا اتأكدت من معايير السلامة والصحة المهنية في صالة الانتاج وحققت كل المعايير من الرطوبة من درجة حرارة من تهوية من كل المهام اللي احنا متفقين عليها في السلامة والصحة المهنية وبدأت توصيل الدايرة الكهربية عن طريق مفاتيح الكهرباء الخاصة بذلك اللي طبعا ما صنع مشتعل بجهد عالي ثم وصلت خط الكهرباء لخط الانتاج اللي انت مسؤول عنه 10 مكنات 8 مكنات 10 مكينة حسب طراز ونوع المكان بعد كده لما انت شغلت باور لتشغيل المكان ده الانتاج النظري باختصار كده كلام مختصر ان انت بتفترض ان المكان ده اول مدار لا يتوقف ولا يتعطل ابدا من اول لحظة من اول سنة في بداية الوردية حتى انتهاء الوردية الوردية بتكون من 6 ساعات او 7 ساعات او 8 ساعات طبعا لو المصنع شغال 24 ساعة في اليوم بتشغل 4 وردي كل وردية 6 ساعات لو المصنع شغال 3 ورديات في اليوم اما ان الوردية تكون 7 ساعات او تكون وردية 8 ساعات الحد الاقصى لزمن الوردية عالميا هو 8 ساعات زي ما حصل ان الثورة الصناعية امت في اوروبا فكانت الوردية بتبقى 12 ساعة و11 ساعة و10 ساعات اتفقوا عالميا في 1 مايو لذلك بيحتفلوا بعيد العمال في 1 مايو من كل عام انهم هحددوا ان العامل لا ينتهل في الوردية اقصر من 8 ساعات ممكن تبقى 7 ممكن تبقى 6 لما تبقى 8 ساعات بيدي بريك في النص وجبة غدا او مشروب دافي او 7 ساعات او 6 ساعات حسب نظام المصنع يبقى الانتاج النظري هو الانتاج اللي بيفترض ان عند تشغيل المكينة المكينة من اللحظة الاولى من دات الوردية حتى اخر لحظة في انتهاء الوردية المكينة تعمل بلا توقف ده اسمه الانتاج النظري لكن في الفعل وعلى ارض الواقع داخل سلطة الانتاج اكيد ما فيش كلام فيه فترة هتتقطع اكيد ممكن الكهرباء وارد ان الكهرباء تقطع عن خط الانتاج او عن مصنع ككل فنتيجة حدوث الاعطاء ونتيجة انقطاع تاريك كهربي او تقطع بعض الخيوط سواء خيوط صداء او خيوط لحمة او خلل حصل في المكينة يستوجب عمل صيانة صمع عدي التشغيل اي المكان لسبب فبيحدث اعطال الاعطال دي كل ما كان المكان حديث وكل ما كانت الخامات جودة عالية كل ما زمن الاعطال قل وكل ما كانت المكينات قديمة وكل ما الخامات كانت اقل جودة كل ما كانت الاعطال ازيد احنا عندنا الوقت لو حسب نسبة هنقول 100% وقت لو نسبة العطلة 10% يبقى نسبة الانتفاع 90% لو نسبة الاعطال 10% يبقى الانتفاع كامل 90% لو نسبة الاعطال 5% من الوقت يبقى نسبة الانتفاع من المكان 95% من وقت العمل جميع المصانع بتستهدف ايه؟ بتستهدف ان المصنع يشتغل اكبر نسبة انتفاع ممكنة وتقليل زمن الاعطال لاقل زمن ممكن يبقى احنا في وحدتنا دي هنحسب مع المكان والمعدات حساب الزمن الفعلي لكن في اللاقي وفي التزديق وفي المكينات دي هنبدأ نحسب ايه؟ الانتاج النظري حساب الانتاج الايه؟ النظري بنفترض ان ما فيش اعطال طيب عايزين نقول بعض برضو تعريفات بسيطة كده عشان ما نبدأ نشوف المسائل والتمرين الالفاظ الجديدة دي على ازهاننا بدأ توصل لودننا وبدأ تزهر توصل لأسمعنا لما نيجي نقول المصنع العامل بيشتغل في المصنع بيشتغل بايه؟ عامل النسيج بيشتغل بالبونط طب يعني ايه كلمة بونط يا مستر؟ يعني الالف حتفة كل الالف حتفة تسمى بونط لو احنا شفنا عامل البناء هنقول انت بتبني الالف طوبة بكام يقول لك أنا بابني الالف طوبة مثلا سين ميت جنيه ميتين جنيه زي ما هو بقى ياخد اجرته يبقى عامل البناء بيشتغل بالقالب بيشتغل بالالف مش هيعد بقى قالب قالب فيعد بيه بالالف طوب احنا كناس ساجين في جوة صالة الانتاج بنشتغل بالالف حتفة كل ما الماكنة تحدف الف حتفة لحمة الالف تسمى بونط يبقى البونط هو عبارة عن الف لحمة البونط عبارة عن الف حتفة يبقى اللف زي يبقى سيبت في ازهارنا كده الوقت البونط هو عبارة عن الف حتفة تم حتفها بالمكنة طيب هتلاقي عداد موجود على الكرانك ان الكرانك اللفة منه بحتفة كل ما الكرانك هلف لفة يبقى كده النول حدف حتفة حدف لحمة هتلاقي عداد موجود في الجانب الايسر المكنة كل ما الكرانك يلف لفة بيعد الارقام صورة واحد اتنين تلاتة لحد ما يوصل عند الف يقلي بواحد بونط عد كمان الالف التاني يبقى ايه اتنين بونط عد الالف التالت تلاتة بونط وهكذا يبقى لو جيت قلت انا عايزة احسب عدد الابناط اللي العامل اشتغلها في وردية عشان اعرف هو اشتغل كم بونط اذا لابد ان انا اعرف هو المكنة بتاعتي اشتغلت كام الف حتفة على سين مثال عربية منزلة طوب 4000 طوب 4000 طوب جد البنة او الطالب في قسم البناء انت هتبني هذا العدد من الطوب هتبني كام؟ هقولك ابن اربعة همش اربعة اولي بحبني اربعة تلاف انت كنساج اللي احنا بتحديش بها حتفة لا كل ما ما كان بتعد الف بتعديك واحد بونط يبقى عشان احسب عدد الابناط اللي تم تشغيلها عشان كل عامل بيشتغل وردية اجره محسوب من انتاجه يبقى عشان نعرف عدد الابناط اللي اشتغلها لازم اعرف احسب عدد لحمات القماشة جمحة لازم احسب عدد لحمات القماشة جمحة يبقى عدد لحمات القماشة جمحة لما احسبها واسمها على الف يبقى كده اعرف العامل ده اشتغل كان بونط هدي مثال تصور او ما كان اشتغلت الفين حدفة ما كان اشتغلت الفين حدفة جيت عايز اعرف العامل ده اكده اشتغل كان بونط هتقول لي اه الفين حدفة دي لحمات القماشة جمحة على الف رقم سابت من الرقم السابت اللي هو لحمات البونط لحمات الايه لحمات البونط يبقى الفين على الف يقول لي العامل ده اشتغل اتنين بونط طب لو قلنا الماكنة اشتغلت 3000 حدفة يبقى العامل اشتغلت كام بونت اتقول 3000 على 1000 يبقى العامل اشتغلت 3000 بونت وهكذا عشان احسب العامل اشتغلت كام بونت لابد ان نحسب عدد لحمات القماشة جامحة في عندنا طريق طين لحساب لحمات القماشة جامحة عشان نحسب عدد لحمات القماشة جامحة عندنا طريق طين لحساب عدد لحمات القماشة جامحة من اول القماشة الاخر القماشة إما أنها تيجي من لحمات الصنط الواحد في 100 لحمات الصنط في 100 كده لحمات المتر في طول القماش الخام بالمتر يبقى لحمات الصنط الواحد في 100 قد تجد لحمات المتر في طول الخام بالمتر يبقى كده عدد لحمات الشجمحة أو ما تدليش لحمات القماشة ولا ادلي طول القماشة ما تدليش لحمات الصنط ولا ادلي طول القماشة ادليك سرعة المكنة يبقى عدد لحمات الشجمحة لا طريقة تانية نحسب منها يبقى السرعة اللي هي عدد حدفات الدقيقة ما أقولك سرعة النول يعني حدفات النول في الدقيقة لو قلنا ماكناة سرعتها 200 حدفة يتبقى أنت فاهم من اللفظ أن الماكناة دي سرعتها 200 حدفة في الدقيقة الوحدة يبقى السرعة لحدفات الدقيقة في 60 أدي كده حدفات الساعة فعدد ساعات الوردية أدي كده عدد الحدفات اللي الماكناة الوحدة عملتها في الوردية في عدد الورديات يبقى الماكناة الوحدة عدد حدفاتها اللي حدفتها خلال يوم في عدد الماكينات اللي العامل وقف عليها يبقى السرعة لحمات الديئة في ستين كده لحمات الساعة في عدد ساعات الوردية في عدد الورديات في عدد الماكينات يعطيك عدد لحمات الوشع جماحة يبقى عدد لحمات الوشع جماحة لا سكتين عدد لحمات الوشع جماحة لها كم طريق نحسب منه لا ترقطين يئما ان احنا نحسبها من لحمات الصنطف مية في طول خم بالمتر يقيم أن نحن نحسيبها من سرعة الماكنة في ستين وستين سابتها لأن الساعة ستين دقيقة يبقى السرعة السرعة لها حدفات دقيقة في ستين كده لحمات الساعة في عدد ساعات الوردية دي هتختلف مصنع لمصنع تبقى تمانية تبقى سبعة تبقى ستة في عدد الورديات لأن ممكن مصنع شغال وردية واحدة أو ورديتين أو ثلاثة لو ما اضلقرش لك في المسألة عدد وردي فهي وردية إيه وردية واحدة يبقى السرعة في ستين في الساعات في الورديات في عدد الماكينات كده عدد لحمات الساعة جماعة على ألف يديك كام بونط الماكنة أو الماكن بقى ده اشتغل العامل له كام بونط يبقى إذن عايزين نبدأ نسمى له كده ونبدأ نتكلم في المخرج الأول وهنجيب صورة كده الأول نشوف شكل العداد أهو في الشمال لو إحنا نلاحظنا كده ونلاقي يصار النول طبعا ده الدرق وده خط السيدة ده حتة صغيرة كده احنا مصورين جزء صغير من الماكنة عشان نركز على العداد اللي هو فيه قراءة بالنول الأحمر زي ما شايفينه كده على الشاشة العداد ده مرتبط بالكرانك اللي هو عمود الإقدار الرئيسي بالنول كل ما كرانك بيلف ألف لفة يبقى هنا الرقم ده هيقلب مرة واحدة يعني لو كرانك لف ألف لفة من دلوقتي أربعة دي هتقلب كام؟ لو لف ألفين لربعة دي هتبقى ستة لو لف تلات تلات لفة يعني تلات تلات حتفة يقول لربعة دي هتبقى كام؟ هتبقى سبعة مصبوط يبقى أنت لو وقف على الماكنة من الماكينات وطبعا مع التطور الحديثي الهائل في المصانع مفيش عامل بيوقف على الماكينات واحدة العامل زي ما بقول بيوقف على تن ماكينات عشر ماكينات الماكن كله أصبح بكمبيوتر وأصبح كله بيشتغل أوتوماتيكيا يبقى هنا منقول لو أنت وقف على الماكنة الماكينات هتجد في اليسار موجود عدات بيعدة عدل أبناط إلي الماكنة نساجدها يبقى إذن قلنا الانتاج بالبونت الانتاج بالبونت يأتي من عدد حدفات الأماشة عدد حفات الأماشة جميعها على حدفات البونت يبقى الانتاج بالبونت يساوي عدد حدفات الأماشة جامحة على حدفات البونت ليه نحن خاص حفظنا الرقم؟ ألف البونت ألف حدف يبقى لو قلنا عايزين نعرف الانتاج بالبونت لأي مكنة من مكن أو اللي عامل من العمال يواف على مكينات أو مجموعة مكينات نحسب لحمات الأماشة مقصومة على ألف اللي هي البونت زي ما قلت احنا بنحسب لحمات الأماشة جامحة من طريقتين الطريقة الأولى هتيجي من لحمات الصنطي في 100 في طول وماشة الخام بالمتر على ألف يبقى الألف ده سابت اللي هو حدفات البونت أو سرعة المكنة سرعة المكنة سرعة النول يعني مضربة في 60 دقيقة ده يعني دقيقة السرعة في 60 يبقى كده حدفات الساعة الواحدة السرعة في 60 لحمات الساعة في عدد الأنوال في عدد ساعة العمل لو كاتب عندك اكتر وردية بيطرق كمان في عدد الايه في عدد الورديات يبقى السرعة في ستين في الساعات في الورديات انه وجد لما اذكرش كمية ورديات يبقى هي وردية واحدة في عدد الانوال على الف والف اللي هي عدد حدفات الايه حدفات البونت هنا بيقول لي عامل نسيج عامل نسيج يعمل على سلاس مكينات عامل شغال على تلات مكينات سرعة كل مكنة 150 حادثة في الدقيقة طبعا كده بنتكلم عن مكن نظام قديم اللي هو المكن العادي المكوكي مش المكن الحديث اللي هو الكمبيوتر اللي هو الهوى او الشريط بيبقى سرعة اعلى من كده والعامل يوفع العدد اكبر من ده عامل نسيج بيعمل على سلاس مكينات سرعة كل مكنة 150 حادثة في الدقيقة فكم يكون انتاج هذا العامل بالبونت في زمن قدره 8 ساعات الرقم ده ثابت عندنا في زهننا ان البونت كم حادثة؟ البونت 1000 حادثة وان الانتاج بالبونت بييجي من قسمة عدد حدفات الاماشة جماعها على عدد حدفات البونت اللي هي الالف طب هو هنا في مسألة هل هو اداني لحمات الصنط وطول الخام؟ لا لم يعطيني لحمات الصنط وطول الخام امال اعطاني ايه؟ اعطاني سرعة النول طب ما اداني سرعة النول اشتغل بقى على ايه؟ على هذه المعدلة اللي هي انعبر فيها سرعة النول اللي هي حدفات دقيقة الوحدة مضروبة في 60 أي 60 دقيقة للساعة يبقى كده عدد الحدفات خلال ساعة في عدد ساعات العمل اللي هي هنا اللي عليها 8 في عدد الانوال اللي هو اللي العمل الشغال على 3 مكينات يبقى 60 في سرعة النول اللي هي 150 في 60 او 60 في 150 سيال في عدد ساعات العمل اللي هي الثمانية في عدد الانوال اللي هي الثلاثة مقصومة على كام على حدفات البونت اللي هي الف ادي اول مثال بنتناوله مع بعض في حساب البونت نشوف الحل التاني اهو الحل مع بعض يبقى لنتاج بالبونت هنحسبه عن طريق هذه المعادلة اهو تاجب البونت يساوي مية وخمسين حدفة في الديئة الواحدة يا سرعة النول في 60 يبقى كده حدفات الساعة في 3 مكينات لمدة 8 ساعات على 1000 هيبقى اذا العمل ده هشتغل 216 بونت 216 بونت ادي اول مثال خدناه مع بعض ازاي احسب الانتاج بالبونت احنا بنتناول المخرج الاول في هذه الوحدة ليه حساب الانتاج ناخد مثال تاني بيقول لي عامل نسيج يعمل على خمس مكينات سرعة كل منها 180 حدفة في الدقيقة الواحدة فكم يكون انتاج هذا العامل بالبونت في زمن قدره 8 ساعات العامل بيشتغل على خمس مكينات سرعة المكنة 180 حدفة في الدقيقة طبعا هو عاوز انتاج العامل بالبونت احنا عرفنا كده الانتاج بالبونت يأتي من قسمة حدفات الاماشة جميحة على 1000 حدفات الاماشة جميحة على كام على 1000 حدفات الاماشة جميحة قلت يتأتي من لحمات الصنطف 100 فطول 5 متر يتأتي من سرعة النول في 60 اللي هي دقايق الساعة في الساعات اللي هي الساعات الوردية في الورديات إن وجد عندي عدد وردي في الأنوال لو ما يكون عندي عدد من الماكينات تعالي شو الحل مع بعض احنا طبعا عرفنا البونت كام 1000 حدفات خلاص حين حفظناه وكتبنا المعادلة اللي نحلي بها المسألة ان سرعة النول مضروبة في 60 دقيقة في عدد أنوال في عدد ساعات العمل على 1000 تعطي الانتاج بالبونت دي الحل بتاعنا هو مع بعض سرعة النول كانت 18 حدفة دقيقة في المسألة مضروبة في 60 كبقى كده حاصل ضرب الرقم في بعض دي كده عدد لحمات الساعة للمكانة الوحدة في 5 عدد بقى كده جبنا وحصولنا على عدد لحمات الساعة للخمس مكينات في 8 لها ساعات الوردية على 1000 دي طلعت 432 بونت ده الحساب الانتاج بالبونت لهذا العامل لمسال رقم 2 لو شوف المسال رقم 3 بيقول لي عامل نسيج بيعمل على 12 مكينة كل ما المكان كان أحدث كل ما العامل هاشتغل على عدد مكان أكتر وكل ما كان المكان سرعته هتبقى أعلى وكل ما المكان أعطاله هتكون أقل وكل ما كانت نسبة انتفاعه أعلى عايزك تعيش وتتعيش أكد انت في مصنع هتبقى أكد انت مسؤول حسابات في المصنع دلوقتي عامل نسيج بيعمل على 12 مكينة 12 مكينة مكينات سرعة كل منها 200 حدفة في الدقيقة فكام يكون انتاج هذا العمل بالبونت في زمن قدره سبع ساعات احنا لو شفنا المسألتين اللي مضوا كانت الوردية 8 ساعات هنا الوردية كم ساعة 7 ساعات يعني ساعات الوردية دي مش سبتة متغيرة من مصنع لآخر ممكن لها 6 ممكن لها 7 ممكن لها 8 كذلك عدد الورادي ممكن مصنع بيش ساعة وردية واحدة مصنع شاعة ورديتين مصنع تتورديات مصنع يعمل أربع ورديات فحنا لنمشي حسب معطيات المصنع اللي هو الزقار هولي في المسألة أو في التمرين عايزين نجي من الانتاج بالبونت يبقى يرضو هحسب هنا عدد لحمات الاماشة عن طريق سرعة الايه عن طريق سرعة النول طبعا الانتاج بالبونت كلمة بونت يعني كم حتفة ألف حتفة يبقى أنا هشتغل على السرعة بقى هو سرعة النول في ستين دقيقة في عدد الانوال في عدد ساعات العمل على حدفات البونت اللي هي الألف يبقى هنضرب متين حدفة في الدقيقة اللي هي السرعة في ستين ودرقها مسابت دقيقة ان الساعة ستين دقيقة في اتناشر مكنة في ساعات التشغيل كام سبع ساعات يبقى هنقوم سرعة النول اللي هي لحمات الدقيقة في ستين ايضا كده لحمات الساعة في سبعة دي كده لحمات الوردية في اليوم في 12 أي 12 مكنة يبقى كده حصلنا على عدد لحمات الأماشة كلها في يوم مقصومة على ألف لأن البونت ألف حتفة هيعطيك ألف وتمانية بونت ده كده الانتاج بالبونت اليومي لهذا العامل في هذا المصنع مثال أربعة مثال رقب أربعة بيقولك بيقولك فيه ابنمة الطلبة عندك نول نسيج ينتج يوميا 18 متر نول نسيج ينتج يوميا 18 متر أماش ومتوسط حدفات السنتيمتر 20 حدفة في السنتي فما هو الانتاج بالبونت هتقولي يا مستر ده احنا في المثال ده لفات كنا بنجيب الانتاج بالبونت عن طريق السرعة سرعة النول في 60 في الساعات في الورديات في الأنوال على ألف مثال اللي قبله كان كذلك أيضا حسب نتاج بالبونت عن طريق ان احنا جبنا لحمات الأماشة من سرعة النول في 60 دقيقة في الساعات في الأنوال على ألف في مثال الرقم واحد أيضا لما حسب نتاج بالبونت حسبنا لحمات الأماشة من حاصل ضرب سرعة النول في 60 في الساعات في الأنوال تمام لكن في هذا المثال اللي هو مثال أربعة لأنها قال لنا إيه قال لنا بقال ليس سرعة النول ده قال المصنع ده أو النول ده في المصنع ده بينتج يوميا 18 متر قماش يعني بيديك قماش طوله 18 متر طبعا نحن الأرقام ده صغيرة ده في الواقع المصنع الماكنة الواحدة بيطلع في الوردية أرقام قد كده 10 مرات واكتر ومتوسط حدفات الصنطي عايشين حتى في الصنطي عايز الانتاج بالبونت نقول لبشي احنا قلنا في أول الحلقة عشان يجيب عدد لحمات الأماشة جمع عندي عندي أكتر من طريقة في الحقيقة بس خلنا دلوقتي في بداية مشوارنا في المخرج الأول في هذه الوحدة وحدة حساب الانتاج دي ان احنا نقول خلنا نعرف طريقتين دلوقتي نبقى نقول طريقة عن طريق الأجر وهنقول فيه فيه طريقة كمان يبقى احنا عندنا هنا نقول لحمات الصنطي الهي العشرين لو ان ضربت في مية يبقى كده لحمات المتر الواحد في طول الأماش الخام يبقى لحمات الصنطي في مية في طول الخام كده لو أنت جبت عدد لحمات الأماشة جمع تاني نقول تاني نقول لحمات الأماشة جمع اما انها تأتي من حساب سرعة النول لما وذكرها في المسألة في ستين يبقى كده لحمات الساعة في عدد ساعات الوردية في عدد وردي في عدد الأنوال كده لحمات الأماشة جمع طب ما ادانيش سرعة بس اعطاني لحمات صنطي طول الخام اقول له هي هي انا كده برضه عارف احسبها احسبها ازاي اقول له الصنطي الواحد ينضرب في مية قد كده لحمات المتر في طول الخام بالمتر يبقى كده اداني عدد لحمات الأماشة جمع لما اسمها على 1000 هتديني كام بونت هتديني عدد الابناط اي الانتاج بالبونت نشوف الحل بعض في التعويض بقى اهو بالفعل قلنا الانتاج بالبونت مفيش ناكلمة السرعة بقى قلنا حدفات الصنطف 100 يبقى كده لحمات المتر في الانتاج بالمتر اللي هو هنا معبر عنه بـ 18 متر على 1000 لما عوضنا عنها بالارقام هنضرب 20 في 100 ادي كده لحمات المتر في 18 على 1000 دي طلعت 36 بونت انا طبعا بديكوا ارقام مصغرة او ارقام صغيرة عشان نفهم ازاي احسب لكن طبعا مفيش عامل هشتغل 26 بونت هشتغل ارقام اكبر مكابي كتير اوي يبقى اذا اعايز اقف معاك في مثال اربعة عشان اتبت معاك معلومة صغيرة بس مهمة ان انت حساب عدد لحمات المشا جامحة اعرف دلوقتي طرقتين دول يئما يكون المعطيات سرعة المكنة فانا هاخد سرعة المكنة اضربها في 60 فبالتالي اجيب عدد حدفات الساعة الوحدة اضربها في عدد الانوال اجيب عدد الحدفات للمكن خلال ساعة في عدد ساعات الوردية يبقى كده جبنا عدد لحمات الماكينات اللي عندي خلال وردية في عدد الورديات ان وجد وبالتالي يبقى جبنا عدد الحدفات في اليوم في عدد الايام اذا كان المصنع شغال اكتر من اليوم وده يكون بالفعل هيقابلنا مسائل من هذا النوع يبقى لحمات الاماشة جامعها تيجي من لحمات الدقيقة اللي اسمها سرعة النور اختصرا في 60 يبقى لحمات الساعة في الساعات في الورديات في الماكينات اللي هي الانوال او تأتي من لحمات الساعة في 100 في طول الخام بالمتر لحمات الساعة في 100 في طول الخام بالمتر يبقى لو بد ان انت تطلع معايا دلوقتي بعد ما نتهم الحلقة ان شاء الله انك تكون عرفت يعني ايه بنت وازي تحسي الانتاج بالبنت ويبقى المفاهيم دي ويعني ايه زي انتاج نظري يعني انت شغال بتفترض ان الماكينات شغال بلا توقف انتاج نظري يعني افتراضا ان الماكينات تعمل بلا توقف نهائي اما الانتاج الفعلي هو هو الانتاج للمكن الفعلي خلال زمن معين بمعنى اخر هو الانتاج بعد خصم نسبة العطل هو الانتاج بعد خصم زمن نسبة الاعطال اللي بتعطالها المصنع يعني بمعنى ثالث هو الانتاج الفعلي للمكن اللي هو الانتاج الذي قام للمكن بالانتاج خلال زمن معين يعني المكان اشتغل وردها 8 ساعات اتعطل منها نص ساعة ده رقم افتراضي وده بقى رقم كبير قوي في الاعطاء يبقى المكان ده دار وانتج 7 ساعات ونص هو ده الانتاج الفعلي الانتاج الفعلي اللي المكان شغاله بينتج فيه فعليا هو ده الانتاج الفعلي انتاج بلا زمن اعطال الانتاج الفعلي هو الانتاج بلا توقف بلا زمن اعطال ده الانتاج الفعلي اما الانتاج النظري اللي هو بيفترض ان المكن يعمل من بداية اول ثانية في الوردية وحتى انتهاء اخر ثانية في الوردية بلا توقف ده طبعا مش يحصل مع اي مكن مهما كان لسه ان شاء الله يكون لسه راكب النهاردة في المصنع يبا كده كمان عرفنا ان احنا عندنا طريقتين لحساب عدد لحمات القماشة يئما احسبها عن طريق سرعة المكنة يئما احسبها عن طريق لحمات الصمت يئما عن طريق سرعة المكينة يئما احسبها عن طريق لحمات الصمت وطول الانتاج الخام بالمتر عايزين ننتقل لعنوان اخر ازاي احسب الانتاج اليومي احسب الانتاج الايه احسب الانتاج اليومي يعني احنا هنا مثلا في مساء الاربعة قلنا ان المصنع او النول ده يعني بينتج 18 متر يوميا ينتج 18 متر في المتوسط يبا ده الانتاج احنا في العنوان بتاعنا الجيد عايزين ناخد الوقتي في نفس المخرج الاول ازاي احسب ال 18 متر ازاي احسب الانتاج بتاع مكينة او خط انتاج هناخد مثال بيقول لكم في مصنع نتيج بست مكينات طيب مش مصنع ست مكينات المصنع فيه قلوفات مكين بس احنا بناخد ارقام افطردية مصغرة عشان نتعلم ازاي احسب المادة اسمها حساب الانتاج حساب المادة اسمها حساب انتك مادة دي كلها حسابات فانت لما نتعلم خطوات الحساب على 6 على 10 على 12 اعرف احسب ال 600 و 700 والف متفرقش بقى بس عشان تبقى الارقام اقرب الى اذهانكم ابنائي وبنادي اطلب مصنع نسيج بيه ست مكينات بيعمل يوميا ثلاث ورديات كل منها 8 ساعة بل مصنع شغال في ست مكينات شغال 3 ورديات وردية اولى وردية تانية وردية تلتة وردية يعني العمال هيخشوا مثلا من 8 الصبح لتلاتة ويخلصوا وروحوا في عمال غيره ما يدخل من تاتة ونص مثلا للساعة تسعة عمال تانية هتخش من تسعة ونص لحتى مثلا ايه خامسة صباح انا بقول ارقام افتراضية لكن هو العامل بيشتغل المصنع بيشتغل ثلاث ورديات كل وردية كم ساعة في اليوم 8 ساعات 8 ساعات غطى الـ 24 ساعات ومتوسط سرعة النول 108 حدفة في اليوم علما بان حدفات الصنطي الواحد 24 حدفة في الصنطي وعاوز احسب انتاج المصنع بالمتر احسب انتاج المصنع بالمتر طب عشان نحسب الانتاج بالمتر نحسبه منين هنحسبه ايضا من عدد لحمات الاماشة جميع هنحسبه من عدد لحمات الاماشة جميع يبقى عشان احسب انتاج المصنع في يوم في ايام بالمتر هحسبه من حسبة عدد لحمات القماشة جامحة ما تقوليش بقى حساب اجيبها عن طريق لحمات الصنطف مية فتور خم بالمتر اذا كنت انت يا ابني او يا بنتي هعي مطلوب منك تحسب الانتاج بالمتر يعني الانتاج بالمتر مجهول هنستطيع من شوية انه عندنا طريقتين لحساب لحمات القماشة جامحة عن طريق لحمات الصنطف وهي موجودة في مية وده رقم ثابت اللي هو المتر من الصنطف في طول الخم بالمتر هنا طول الخم بالمتر هو المجهول هو المطلوب حسابه وبالتالي ما تفكرش في الحل ده فكر في الحل اللي هو عن طريق السرعة عن طريق سرعة الماكناة يعني هو قدني هنا قال المصنع في ست مكينات يعمل تات ورديات ورديات 8 ساعات سرعة الماكناة كان 180 حدفة في الدقيقة يبقى قوله عدد حمات القماشة هتيجي منين بقى هتيجي من سرعة الماكناة سرعة الماكناة اهي سرعة الماكناة في الدقيقة هي السرعة في 60 يبقى كده لحمات الساعة في عدد ساعات الوردية هي 8 في عدد الورديات الهماتات الورديات في عدد الماكنات يبقى السرعة في 60 في الساعات في الورديات في الماكنات عد الحمداشر جامحة هتأتي من السرعة في ستين في الساعات في الورديات في المكينات هنا لو أسمت على ألف هيديني الانتاج بالبونت لو احنا هنا أسمنا في المقام على ألف لحمات القماشة على ألف هتديلك الانتاج بالإيه الانتاج بالبونت زي المثال واحد واثنين 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 احنا خدناه من شوي هيديك الانتاج بالإيه الانتاج بالبونت وهو هو نفس الكلام اللي في البسط لكن لو أسمت على ألف في المقام هيعطيك الانتاج بالبونت مش مطلوب الانتاج بالبونت المطلوب الانتاج الفعلي هو عاوز يعرف المكان ده هينتج كم متر أماش طبعا ما عاوز الانتاج بالمتر هأسم على لحمات المتر بعزين يقول كم ده القانون ده القانون ده كده المختصر في كلمتين لحمات الأماشة على لحمات المتر يديك الانتاج بالمتر الانتاج بالمتر يساوي لحمات الأماشة على لحمات المتر طب لحمات الأماشة جات منين؟ جات من لحمات الدقيقة لها السرعة في 60 في الساعات في البرديات في الماكينات لحمات المتر جات منين؟ لحمات الصنطف 100 لحمات المتر نحسبها منين؟ نحسبها من لحمات الصنطف كام في 100 يبقى لما أسم لحمات الأماشة جمحة على لحمات المتر الواحد هيعطيك الانتاج اليوم بالمتر اللي نحن حسبنا لحمات يوم واحد مش لحمات مدة يبقى هنقول انتاج بالمتر يساوي السرعة اللي هي سرعة من نون الواحد مية وتو مين حتف دي في ستين يبقى كده لحمات الساعة في عدد المكينات لما الستة يبقى كده عدد لحمات الساعة للست مكينات في تلت ورديات كل وردية كم ساعة تمن ساعة ممكن اقولها مش نازم اقول الترتيب دي كده بالزبط انا ممكن اقول ستين مية وتمانين في ستين ابدأ اكتب هنا اقول مية وتمانين مية وتمانين في ستين في الساعات اللي هي التمانية في تلاتة اللي هي عدد الورديات في عدد المكان هو ستة يبقى السرعة في ستين في الساعات في الورديات في المكينات يبقى كده الانتاج اليوم للمكان في اليوم كده عدد الحدف العدد الحدفات عدد اللحمات يعرفت كده كم اللحمة تم حدفهم كم اللحمة تم نسجهم في اليوم مقسومة على لحمات المتر اللي يحصل ضرب لحمات الصنط في 100 والمية دي سابتة المية دي أبنية الطلبة بتاعت المتر وحنا عارفين المتر من الصنط يبقى لحمات القماشة في اليوم عن طريق السرعة على لحمات المتر تعطيك الانتاج اليومي بالمتر اللي هو طلع هنا في هذه المسألة 648 متر قماش يبقى عشان أحسب الانتاج اليومي بالمتر سهل خالص بحسب عدد لحمات القماشة جمعها ومع مش زي امثل اللي فاتت ومقسمش بقى على الف انك لو اسمت على الف هتجمتك بالبونت الموال اقسم على ايه نقسم على عدد لحمات المتر لحمات المتر اللي هي لحمات الصنط الواحد في مي الموضوع بسيط خالص بالحزبة مش صعبة انا عشان احسن انتاج اليوم المصنع بالمتر قدر اقسم لحمات المصنع في اليوم على لحمات المتر يديك انتاج يوم لو حسبت عدد لحمات المصنع خلال مدة من الزمن على لحمات المتر هيديك انتاج المصنع في نفس المدة بالمتر تمام ابناء بقية الطلبة نشوف مثال بعد برضو بنحسب فيه الانتاج بالمتر هنا بيقول لي مصنع نسيج بخمستاشر مكنة بيعمل يوميا اتنين من الورديات يبقى المصنع في كم مكنة خمستاشر يشتغل كم بيشغل في اليوم كم وردية يشغل ورديتين كل وردية كم ساعة تمان ساعت متوسط سرعة النول مية وستين حدسة في الديئة يبقى المصنع علمه بان حدفات السنتيمتر تلاتين حدسة في السنتي مطلوب من حضرتك من بنتي وابن الطالب والطالبة احسب انتاج المصنع بالمتر زي المسالة عشان احسب انتاج اليوم بالمتر يبقى انا مطلوب مني احسب عدد لحمات القمشة في اليوم مقصومة على عدد لحمات المتر فبرضه بفكر ابناء الطلبة احنا قلنا عد لحمات القماشة لها طريقتين سهلين يئمة تأتي من لحمات الصنطف مية فطور خم بالمتر وهو مجهول في هذه المسألة بل هو المطلوب في المسألة دي ده المطلوب اللي احنا عد مطلوب نحسبه احسب انتاج المصنع بالمتر ده المطلوب انا فكرش في هذه الحزبة اموال الطريقة التانية يكون نحسبها لحمات القماشة تيجي من هنا مستر تيجي من لحمات الدقيقة ليسمها سرعة النول سرعة النول في الدقيقة هي لحمات الدقيقة في ستين لان الساعة ستين دقيقة يبقى السرعة في ستين ادي كده لحمات الساعة الوحدة في عدد ساعات الوردية في عدد الورديات في عدد الماكينات يبقى كده عدد لحمات المشاة في اليوم لو نفس البصده السرعة في ستين في الساعات أي ساعات الوردية في الورديات في الماكينات في الأيام يبقى أنت كده حسبت عدد لحمات القماشة جامعها خلال مدة معينة لكن هو هنا مش طالبها منك ولا اديك حتى عاد الأيام هو هنا طلب منك تحسب إنتاج المصنع بالمتر إنتاج اليومي يعني تحسب الإنتاج اليومي للمصنع عاية الإنتاج اليومي أحسب له عدد اللحمات بتاعت اليوم عدد لحمات المصنع في اليوم مقسومة على ايه مقسومة على عدد لحمات المتر الواحد على عدد لحمات الايه المتر افترض ان هو قال لك اه عدد لحمات المتر الفين حتفة عدد لحمات متر تات الاف حتفة عدد لحمات متر الفين وخمشون ميت حتفة ما قلتش في اللحمات السنتي عشان ربها في المية ما هو اديها لك خلاص فلا عايزك تبقى واخد بالك كويس قوي ان لحمات المتر اللي عندي دي لحمات المتر هي حاصل ضرب لحمات الصمت في ايه؟ في مية يبقى الانتاج اليومي جه من السرعة في ستين في الساعات اللي هي تمانية ساعات الوردية في الورديات اللي هي اتنين السرعة مية وستين السرعة مية وستين ليه ضربنا السرعة في ستين؟ بذكرك مرة واتنين السرعة في ستين يعني لحمات الدقيقة لها مية وستين انضربة في ستين دقيقة لها دقيقة الساعة يبقى كده انت معاك عدد لحمات الساعة الوحدة للمكنة لو ضربتها في عدد الساعات لحمات المكنة خلال الوردية في عدد الورديات لحمات المكنة في اليوم في عدد المكن بقى اللي عندك في المصنع او في خط الانتاج يبقى كده لحمات الخط او المصنع خلال يوم مقسومة على لحمات المتر لحمات الصنط في 100 والمية دي رقم سابت ان المتر من صنطي ولحمات الصنطي هكون المعطة في المسألة مقسومة على لحمات المتر هيديك الانتاج بتاع اليومي للمصنع بالمتر لو طلع هنا في هذه المسألة 768 متر قماش طبعا لما كل المسألة فيها في البصل ارقام كبيرة ممكن تقدر مثلا تقسم الرقم الاول على الرقم الاول في المقام وفوق تضرب في المية وستين مقسومة على تلاتين فيه خمستاشر عايز انبه ابنها بتطلبة لما يستخدم الكالكوليتور الاول حزبة يعني لو انت سخدم ايه الحزبة الكبيرة هتضرب كل الارقام دي في بعضها واقول علامة علا وافتح كوس يعني واقول علامة علا واقسن بها فتح الكوس حانا اضرب الارقام اللي في المقام دي في بعضها لكن هي مقسومة بوضع علامة علا طب انا يا مستر مش معايا الالة الكبيرة ده أنا بحسب بقالة حسبة صغيرة يبقى أعمل الآتي الرقم الأول أقسمع الرقم الأول فيه بقى فيه الرقم الثاني مقسوم على يعني عامة على الرقم في المقام فيه المية وخمسين فيه اتنين فيه الثمانية بمعنى أي رقم في البسط بحط علامة فيه بينه بالرقم اليلي أي رقم في البسط بحط علامة فيه بينه بين الرقم اليلي أي رقم في المقام بحط علامة على علامة القسمة يبقى قبل مكتب الـ 100 أو الـ 30 أو أي رقم في المقام بحط علامة على أضغط على علامة على إنه هو مقسوم عليه أي رقم هكتبه فوق في البس لازم حط علامة فيه علامة الضرب يبقى في البس في أي رقم عشان أكتبه أحط علامة فيه تذبقه فيه في المقام تذبقه علامة على تمام ابن مات الطلبة لو أنت معك ألا حاسبة كبيرة بأضرب أرقام دي كلها في بعضها اللي في البس وبعدين قول علامة على مرة واحدة افتح قوس وابدأ بقى اضرب أرقام دي كلها في القوس يساوي هيديك الناتج بتاعك أنا بقول ليه بنوح عن نوطة دي لأن انت ممكن تكون تطالب شاطر وعرفت بوزاكرت حساب الإنتاج كويس وبتحسب كويس بس بتستخدم الآلة الحسبة غلط وبالتالي هتطلع الناتج إيه هتطلع نتج الخطأ والناتج أحيانا بكله استخدام كمان في خطوة تالية يبقى انت خسرت درجة الناتج هنا مش هتكون كبير قوي بس خسرت الخطوة التانية في مسألة اللي لسه هنشتغل بيها يبقى احنا دلوقتي بقول تاني بسرعة احنا حسبنا ايه من المثال الأولاني حسبنا الانتاج بالبونط حسبنا الانتاج بالبونط اختصارا البونط ألف حتف البونط كم حتفة البونط عبارة عن ألف حتف ده البونط لما اقول الانتاج بالبونط يعني احنا حدفنا كام ألف حتف الماكدة اشتغلت كام ألف حتف القرنك بتاعي دهو عليه عداد العداد اللي في الماكدة العداد دهو عد كام ألف يعني هنا 334 ألف حتفة فبقول ايه بعده بقول 34 ألف بقول 334 بونت 344 ايه بونت لو عامل اشتغل هنا 600 اقول العامل ده اشتغل 600 بونت 600 بونت تعني ان العامل اشتغل 600 ألف حتفة لان معظم العمال في المصانع النسيج بتحسب الأجرى بتاعته على الانتاج بالبونت كل ألف حتفة أجراها كذا فانتو ماشيين معا كده ابنوة الطلبة عشان نبقى فاهمين المفاهيم اللي احنا بنتعرض لها ونبقى متخيلينها عشان تثبت في أزهاننا بقى احنا دلوقتي بنا في الترمي التاني في الصف التاني يعني احنا كده خلصت نص الدبلوم نص الدبلوم يعني أفضل لزمن قد اللي خلصته من ساعة دخلت المدرسة الفنية السنوية الصناعية وبعدها بتخرج إما فن نسيج أشتغل في أحد المصانع وبأجرة كويسة أو ألتحك بالتعليم الأكاديمي التعليم الجامعي وعندك فرص جميلة وفرص ممتازة أن أنت تلتحك بالتعليم الجامعي طبعا أنك تجيب مجموع في التقييم النهائي وبقول التقييم النهائي بفكركم به التقييم النهائي بعد امتحان الدبلوم هيكون في جميع وحدات البرنامج من سنة أولى لحد ثالثة احنا مش زي نظام القديم نظام القديم الطالب في الثالثة بيمتحن في منهك ثالثة أما احنا في منهجة الجدرات بنتقيم في سنة ثالثة التقييم النهائي بتاعنا اللي نحصل فيها على الدرجات على جميع الوحدات اللي درسناها من أول الترمي الأول في أولى حتى الترمي آخر وحدة درسناها في نهاية الترمي الثاني في الصف الثالث فننتبه أننا لازم أذكر كل البرنامج بتاعي من أول وحدة لآخر وحدة نرجع تاني بنذكركم باللي احنا قلنا النهاردة احنا حسبنا الانتاج بالبونت اللي جات من حدفات القماشة على ألف لأن البونت ألف حدفة وقلتلكوا أبناء وبنات الطلبة أن الحدفات القماشة إما أنك تحسبها من سرعة النول أو هتحسبها من لحمات الصنطف 100 فتور خم بالمتر سرعة النول يعني هي حدفات الدقيقة أضربها في 60 قد كده لحمات الساعة في الساعات أي ساعات الوردية في عدد الورديات في عدد الماكينات يبقى كده عدد لحمات اليوم على ألف كده الانتاج بالبونت جينا تنوالنا مثلة أخرى بل المكان يديني هنا سرعة النول زي مثال أول لا غير وراح يمديلك إيه بقى هنشوف مع بعض مثال أربعة بذكرك واشنة بقى نلضم اللي احنا قلو ببعضه إداك الانتاج بالمتر وإداك لحمات السانتي إداك الانتاج بالمتر وإداك لحمات السانتي هي 20 حدفة في السانتي طيب ما إداك سرعة النول وإداك الانتاج بالمتر أقدر أحسب برضو عدد لحمات القماشة من إحنا نضرب لحمات السانتي في 100 المية سابتة اللي هي اللي هي أن المتر 100 سانتي يبقى لحمات الصمت في 100 دي كده لحمات المتر في طول القماش الخام بالمتر يبقى كده عدد لحمات القماشة جمعها مقسومة على 1000 يعطيك الانتاج بالبند زي ما احنا حابدانه هو وان لحمات الصمت في 100 في طول الانتاج بالمتر على 1000 ادت الانتاج بالبند الوهو طلع هنا 36 بند يبقى المسال رقم 4 ادك الانتاج ومدكش السرعة ده اختلف عن التلاتة انواع بالنوع في التمارين عشان اعرف كل الحلول وكل الحاجات تقابلني بعد كده نقطة التلاتة